الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعض كل عام حضرك بخير وحضرك الشيء بخير وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام علينا بالخير واليمني والبركات قضية الفرحة هي قضية كبيرة يعني حين نتكلم عن قضية الفرحة في العيد هي ليس أمر الثانوية فمن باب سد الفراغ إنما نحن نتكلم على واقع موجود تعامل البعض مع الفرحة تعامل فيه سلبية وفيه سطحية نشأ عنهما جهل إزاي؟ كثير من الناس يتعامل مع قضية الفرحة أن الفرح لا يكون إلا بصورة معينة هذه الصورة المعينة فرضها الواقع فرضتها البيئة فرضتها بعض العادات ونحن الآن في حالة من حالات الانسلاخ من العادات يعني النهاردة تجد الرجل رجل صعيدي ورجل له عادات وتقاليد معينة لكن تفاجأ أن ابنته متبرجة أن زوجته السؤال هل هذا حدث معه في يوم وليلة؟ يعني في يوم وليلة ده حصل معاه؟ لا يمكن بقولك الوقت أن الزمن غير الزمن اللي فات سيبوا العيل تنطلق وتفرح ده غير الأجيال اللي احنا كنا فيها بالكده نعم حتى يعني حضرك اللي أنزكرتني بهذا المعنى فكرة إيه؟ أنتم تريدون أن ترجعون إلى الوراء فنحن حين نظرنا إلى الكلمة اللي هو فيل الوراء؟ ياريت نحن مش طيلين نرجع لوراء نحن مش طيلين بالعكس نحن ياريت نعرف نرجعكم للإيه؟ للوراء فإيه هو الفرح معلش؟ الفرح هو الله شرع العيد بعد عبادة عظيمة جدا شوف أستاذ عمر فيه تأصيل لهذه المسألة الأمر الأول أن الله عز وجل جعل للمر أغلى أيام المر هي آخر أيام عمرك لأن بناء على هذه الأيام بما ختم لك نعم إنما الأعمال بالخواتي فبما يختم للمر فأغلى أيام المر هي آخر أيام عمره وأغلى أيام الدنيا كلها أيام العاشر وبعض العلماء يدخل فيها أيام التشريق التي نحن فيها نعم خلاص على قول ابن عباسر رضى الله عنه ماشي؟ طيب النوع الصلاة قال كما في مصد البزار بإسناد الحسن قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أيام العشر وإحنا قلنا يدخل فيها أيام التشريق طيب إذا كانت هي أفضل أيام الدنيا السؤال هل في حد عنده ضمان أن يبقى للعام القادم إن شاء الله فيحضر أيام النحر وأيام التشريق أيام العيد لا يوجد أحد على وجه الأرض بالعكس ده هذه الحقيقة التي يقرر بها الجميع الملاحدة والمسلمين والكفار أي شيء لا يقدر إذن فصارت هذه الأيام هذه الأيام هي أغلى أيام عمره هي أغلى أيام عمره فأغلى الأيام دي ماذا يصنع فيها وبما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها يعمرها بالذكر لا شك علشان كده إذا لم يعمرها إذا لم يعمرها بالذكر ونحن ذكرنا في لقاء سابق أنه سيعاقب بالإملاء والعقاب الثاني أن يعاقب بالخزلان لأنه لابد من عقوبة ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما أن هذه يؤسره الله للشر يؤسر له الشر هو الإملاء الإملاء الثاني أن الله يرفع يده عنه فياكله إلى نفسه يحرم التوفيق ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ما هو ضد الإملاء والخزلان عكس الاثنين التوفيق أن يرزق العبد التوفيق سبحان الله ووفق توفيق الهداية والدلالة نعم التوفيق ليس محضة شطرة من الإنسان إطلاقا إنما هو توفيق من الله إطلاقا لكن بسبب نعم نحن إذا كان لابد من قضية الأسباب وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر فمسألة بقى أنه لابد أن يعاقب هو لازم يعرفها لابد أن يعلم أن هناك عقاب بعض الناس يقول هو إلي كان يحصل لو أنا ربنا خلقني وعشت في الدنيا وعملت لنا عجز وبعدين أموت ودخلني الجنة كيف هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم من هنا ترجعون ده أنت لو في عامل عندك شغال عندك وجاء إلى المحل ولا يعمل وتعطيه راتف في آخر الأسبوع ولا في آخر الشهر لقال الناس عنك مجنون نعم فكيف يقول هذا على رب العالمين سبحانه وتعالى مدبر الأمر سبحانه وتعالى الخزلان قالوا وأعظم الخزلان أن يأكل لك الله إلى نفسك هذا أعظم الخزلان أعظم أعظم الخزلان إذا كان نقول دماء اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هو ده بقى اللي أنا عايز أقوله بقى ودي ما عليش لازم نقولها تفضل كان دعاء نبس السلام صباحا ومساءا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ما عليش كده عزن يعني نقربها شوية للمشاهدة عشان نفهم يعني إلى تكني نفسي طرفة عين بقول لك أستاذ عمر أتعرف شجرة الزيتون ذهنك انصرف إلى أي معنى إلى شجرة الزيتون إلى شجرة بورق بزيتون تمام ثم قلت لك أستاذ عمر أتعرف الفرس ذهنك تحول إلى حصان السؤال أين شجرة الزيتون الآن بعدما حولتك في لحظة تحول إلى صحيح هذا هو معنى لا تكني إلى نفسي طرفة عين لو أن الله وكلك لنفسك لحظة لخسرت يا الله لحظة نعم وأقل من ذلك لأننا مع صليم في رواية أخرى الله مسلم قال ولا أقل من ذلك نعم ولولا وهذا الذي يؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حيث قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي قالوا لا أنت قالوا ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منها فضل وهو رسول الله سبحان الله وفي كل ليلة وسبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو هذا الدعاء في صلاته في الليل نعم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينة ترجمة نانسي قنقاتات